بسم الله الرحمة الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي الطلبة والطالبات في كل مكان أهلا بكم معكم سلوى السجل النهاردة هنكمل مع بعض كورس الconversation عندنا go to shopping الذهاب إلى التسوق We have three points The situation The dialogue and exercise The situation الموقف اللي معاني النهاردة لو رايحين نشتري ملابس من محل المساعد في المحل اللي يقول اول حاجة يشوفك فيها يقول ممكن اساعدك طبعا انت هترد عليه هتقوله يبقى الحاجة اللي انت عايز تشتريه بعد كده هيسألك يقولك ايه اللون اللي انت عايزه هترد عليه طبعا باي لون ممكن تقوله اي لون هنا هنحط طيب هيسألك بعد كده ايه المقاس اللي انت عايزه برضو فاكده هترد عليه تقوله ممكن تقول اي مقاس برضو انت عايزه هيسألك برضو هيقولك هاو ماتش ازت طيب تمنوا قدي ايه فا انت هترد تقوله اتس وبعد كده تقول هندرد باونز ممكن اقول وان هندرد باونز تري هندرد باونز يبقى السعر المطلوب هنا هنحط number two the dialogue يلا نشوف مع بعض الحوار listen to ali who is talking to a shop assistant يلا نسمع كده علي وهو بيتكلم مع shop assistant اللي هو مساعد في محل فالshop assistant قاله may i help you ممكن اساعدك علي قاله yes i'd like to buy a jacket please انا من فضلك عايز اشتري jacket فرد علي قاله what color do you like ايه اللون انت عايزه قاله i like black طيب what size do you want ايه المقاس فقاله i want large انا عايز مقاس كمير okay here you are does it fit you هل هو ده مناسب لك قاله yes how much is it طب تمنوا قدي ايه قاله it's three hundred pounds ثلاث ميت جنيه علي رد عليه قاله okay here is the money ها هي النقول now watch this video and concentrate during listening to the conversation between ali and the shop assistant and come back to me to answer the exercise may i help you yes i do like to buy a jacket please what color do you like i like black what size do you want i want large okay here you are does it fit you yes how much is it it's three hundred hundred pounds okay here is the money نيجي بعد كده للإكسرسايز ده لو جلنا في الامتحان هنعمل ايه بقى بنفس النظام كده هو طبعا هنا سيبلي فراغ هنا وكوستن ماركب على طول هعرف ان ده سؤال زي ما قلنا قبل كده نعمل اربع خطوات وبنكررها وهنفضل نكررها في كل فيديو وهو اول حاجة اقرأ اللي العنوان كويس اللي هو التايتل اول حاجة ايه هو التايتل ايه هو التايتل بيقولي listen to ali هو is talking to a shop assistant يبقى عالي بيتكلم معه باقع في محل ده التايتل اللي بقى احنا فهمنا ادي كده من ايه ان هو راح يشتري حاجة من المحل طيب بعد كده اللي موجودة انا عندي question markup هو عاوز تؤال طيب بنراعي برضو حكاية الزمن يبقى هنا مثلا زمن في ال present ولا في ال past ولا ايه بالضبط بعد كده اه زي ما قلنا برضو ان احنا نقرأ دايلو كله هنقرأ المحادثة كلها علشان احنا نقدر نجاوب اجابة صحيح طيب لشوف الفراغ الاولان يبقى له shop assistant طبعا هيقرد يقول له هنا may i help you ممكن اساعدك فعالي هيقول له yes i'd like to buy a jacket please انا عايز اشتري جاكت من فضلك قال له i like black انا عايزه black اللي هو الاسود يبقى على طول كده هيقول له ايه ايه اللون اللي انت عايزه ايه what color do you like طب جبناها ازاي what color يعني ما لون طب ليه هنا جبنا do عشان عندي الاجابة يبقى ده في ال present يبقى what color do ادي ال helping verb الفعل المساعد do عشان عندي هنا الزمن في المضارع بعد كده اللي هو you وبعد كده الفعل في المصدر like بدون اي اضافة طب مقاسك ايه؟ هيرد يقول له طبعا I want large ممكن يقول له small اي مقاسك ايه؟ طيب shop assistant هيقول له okay here you are does it fit you؟ هل ده مناسب لك؟ قال له yes وسألوا سؤال هنا بعد ما قال له yes قال له it three hundred pounds يبقى هنا في السؤال على طول هسأل عن السعر اوكي هيقول له هنا ايه؟ how much is it؟ طبعا هيقول له it three hundred pounds ما سمنه هيقول له تلتمية جنيه فطبعا علي في الاخر قال له اوكي here is the money خلاص ادي كده الموقف بتاعنا في النهار ده كده انكم خلصنا الفيديو thank you very much